موسيقى أسعد الله وقاتكم بكل خير مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى نشرة أخبار رياضة نقدمها لكم من قناة البلاد والبداية بالنتائج الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة الأولى والتي استكملت مساء السبت والتي لم تعرف تغييرا في الترتيب حيث حفظ اتحاد الحراش رائد ترتيب البطولة على صدارته بعدما تمكن من العودة بنقطة ثمينة من خارج الديار وعلى حساب دفاع تاجننت وتمكن فريق اتحاد العاصمة من العودة بالزاد كاملا من خارج القواعد وعلى حساب شباب قسنطينة قراءة شاملة في الجولة الخامسة في هذا التقرير للزميل محمد وليد مرجاوي وفي الرابطة الثانية المحترفة موبيليز تمكن اتحاد بالعباس من اعتلاء صدارة ترتيب الدور عقب فوزه خارج الديار امام ملودية العلمة بهدف لصفر حمل توقيع المهاجم طويل في دقيقة الخامسة والستين ولم يفوت فريق لنبي مدية فرصة استضافته لجمعية شلف ليفوز عليه بهدف لصفر حمل توقيع المهاجم وليد بالقرفي في دقيقة الخامسة والاربعين وجاءت النتائج كاملة للجولة الخامسة في الرابطة المحترفة الثانية كالتالي الى اخبار محترفين حيث اختار الموقع الخاص بالبريمير ليغة الدولية الجزائري رياض محرز كاحسن لاعب في لقاء استوكسيتي منح له علامة الثمانية فاصل ست وثمانين بعدما تألق بتسجيله لهدف من ركلة جزاء وتقديمه لتمريرة حاسمة في ذات اللقاء الذي يدخل ضمن الجولة السادسة من الدور الانجليزي الممتاز لكرة القدم وفي الليغة الإسبانية تعثر سوفيان فغولي وناديه فالنسيا على أرضية ملعب الميستايا وأمام نادي ريال بيتيز بنتيجة سلبية وشارك فغولي أساسيا في المباراة لكن مشاركته لم تشفع لفريقه في تحقيق فوز معنوي وفي الدور التركي الممتاز لم يشارك الحارس الدولي الجزائري رئيس وهاب بلحي في مواجهة فريقه أنطاليا سبور الذي تكبد هزيمة ثقيلة أمام تشايكور ريزا سبور وبنتيجة خمسة أهداف لهدف هذا وانهزم الدولي الجزائري الآخر الكار المجاني مع نادي تربزون سبور في عقر الديار أمام قلت سراي وبنتيجة هدف دون رد نبقى دائما مع أخبار محترفين حيث يتواصل التنافس اليوم باستكمال مباريات الدوريات الأوروبية ففي الدور البرتغالي سيكون إبراهيمي رفقة نادي بورتو على موعد مع كلاسيكو البرتغال عندما يستضيف بن فيكا في قمة مباريات الأسبوع الخامس وذلك على ملعب الدراغاو أما في إسبانيا فسيرحل نبيل غلاس رفقة ناديه ليفانتي إلى برشلونة لملاقات العملاق الكتالوني البرسا في إيطاليا سيكون فوز غلام لاعب نادي نابولي على موعد مع استضافة لاتسيو في قمة مباريات الجولة الخامسة من الكالتشو دوليا كشف تقرير لصحفة ديلي ميرور البريطانية أن صفقة انتداب المهجم ماريو بالوتيل تعد فاشلة في تاريخ ليفر بول وكلفت خزائن النادي مبلغ 30 مليون جنيه استرليني خاصة بعدما رفض اللاعب تخفيض أجره كما أصر نادي ميران الإيطالي على عدم دفع قيمة أجر اللاعب المرتفعة ودفع ليفر بول مبلغ 4 ملايين جنيه استرليني لللاعب كراتب سنوي عن الموسم الماضي بالإضافة إلى قيمة صفقة انتقاله إلى الفريق مقابل 16 مليون جنيه استرليني وأكدت تقارير صحفية بريطانية أن ليفر بول مطالب بدفع 60 ألف جنيه استرليني أسبوعيا كراتب لماريو بالوتيل وقد يستمر ذلك لعدة شهور بسبب إسرار اللاعب على عدم فسق عقده مع الفريق دوليا كشف تقرير لصحفة ديلي ميرور البريطانية أن صفقة انتداب المهاجم ماريو بالوتيل تعد فاشلة في تاريخ ليفر بول وكلفت خزائن النادي مبلغ 30 مليون جنيه استرليني خاصة بعدما رفض اللاعب تخفيض أجره كما أصر نادي ميران الإيطالي على عدم دفع قيمة أجر اللاعب المرتفعة ودفع ليفر بول مبلغ 4 ملايين جنيه استرليني لللاعب كراتب سنوي عن الموسم الماضي بالإضافة إلى قيمة صفقة انتقاله إلى الفريق مقابل 16 مليون جنيه استرليني وأكدت تقارير صحفية بريطانية أن ليفر بول مطالب بدفع 60 ألف جنيه استرليني أسبوعيا كراتب لماريو بالوتيل وقد يستمر ذلك لعدة شهور بسبب إسرار اللاعب على عدم فسق عقده مع الفريق دوليا كشف تقرير لصحفة ديلي ميرور البريطانية أن صفقة انتداب المهاجم ماريو بالوتيل تعد فاشلة في تاريخ ليفر بول وكلفت خزائن النادي مبلغ 30 مليون جنيه استرليني خاصة بعدما رفض اللاعب تخفيض أجره كما أصر نادي ميران الإيطالي على عدم دفع قيمة أجر اللاعب المرتفعة ودفع ليفر بول مبلغ 4 ملايين جنيه استرليني لللاعب كراتب سنوي عن الموسم الماضي بالإضافة إلى قيمة صفقة انتقاله إلى الفريق مقابل 16 مليون جنيه استرليني وأكدت تقارير صحفية بريطانية أن ليفر بول مطالب بدفع 60 ألف جنيه استرليني أسبوعيا كراتب لماريو بالوتيل وقد يستمر ذلك لعدة شهور بسبب إسرار اللاعب على عدم فسق عقده مع الفريق إلى هنا نصل إلى نهاية موعدنا الرياضي باقي التفاصيل تجدونها على موقع البلاد دوت ناد موعدكم يتجدد مع زميلة سهيل معوش في النشرة الرئيسية تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل معي لكم مني أطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة